السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً لطلاب الصف الثالث متوسط في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش لدينا درس مهم لهذا اليوم سنتعرف على عنوان هذا الدرس وهو التفكير الناقد والإعلام دعونا ننتقل إلى أهداف هذا الدرس التفكير الناقد والإعلام أول هدف أتعرف على دور التفكير الناقد في الكشف عن أهمية الإعلام في المجتمع اثنين أبين دور التفكير الناقد في الكشف عن المغالطات ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ثلاثة أستخلص دور التفكير الناقد في فحص ما يرد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أربعة أتعرف على دوري الوطني في حماية مجتمعي وأبناء وطني من المغالطات والشائعات المغرضة التمهيد قبل أن نبدأ التمهيد دعونا نسأل بعض الأسئلة نسمع دائما أن الإعلام له دور كبير بل له دور رئيسي في تغيير كثير من المفاهيم وفي التأثير على كثير من المجتمعات والشعوب سواء كان بجانب إيجابي أو سلبي نستمع دائما الآن لدينا بعض الأسئلة التفكير الناقد ما دور أو ما علاقة التفكير الناقد بالإعلام وهل الإعلام له دور فعلا مؤثر ودور كبير خصوصا في هذا الزمان؟ دعونا نبدأ التمهيد ونقرأ ونكتشف بسم الله إن ترتيب الدول الأكثر فاعلية في العالم يكاد يوازي ترتيب الدول الأقوى إعلاميا فالإعلام يصنف كسلطة رابعة تضاف إلى السلطات الثلاث ما هي السلطات الثلاث؟ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية إذن الإعلام له دور مهم جدا وكبير نكمل لقد شهد الإعلام بفضل الثورة المعلوماتية تحولا نوعيا لا يقل أهمية عن بقية التحولات المعاصرة وهو لم يعد مجرد واصف للأحداث وناقل للأخبار كما كان بالسابق طبعا يتباهى بالخبر وبحرية التأويل أما الآن بل أصبح شريكا رئيسا في صناعة الأحداث العالمية وفي صناعة الخبر بفضل قدرته على كشف الحقائق ونشرها وقدرته الموازية على توظيفها في سياقات غير حقيقية إذن ما دور الإعلام؟ وكيف للتفكير الناقد أن يكون قوة اقتراح وتعديل توجه تطور الإعلام إلى الغايات المنشودة لدينا فقرة إقرأ في هذه الفقرة دعونا نقرأ بتمعن ونستخلص بعض النقاط المهمة لكي نفهم الدرس ونحاول أن نجيب على الأسئلة التي تلي هذا النص نبدأ القراءة بسم الله إن استخدام المعلومات والاتصال بهدف فسح المجال أمام مختلف الثقافات للتعبير عن نفسها بكل حرية وبالطرق التي تناسبها أمراً لا بد منه لترسيخ أسس التفاهم بين الشعوب والتعاطي والحوار بين الثقافات وتمتلك وسائل الإعلام القدرة على تيسير هذا الحوار بين الثقافات فمن خلال التصدي للمواقف السائدة والمزاعم فيما يتعلق بالآخرين يمكن لوسائل الإعلام أن تتجاوز التصورات المنطقية الموروثة وتبدد الجهل الذي يغذي سوء الظن بالآخرين وينمي الحذر منهم ويعزز روح التسامح والقبول بالاختلاف بحيث يصبح التنوع فضيلة وفرصة للتفاهم وقد جرى في اليونسكو حوار تم التأكيد فيه على التكافل والتداخل والعلاقة الوثيقة التي تربط بين حرية التعبير واحترام العقائد والرموز الدينية كما أبرز النقاش دور وسائل الإعلام في تعميق الخلاف أو في تقريب وجهات النظر ومد الجسور بين الشعوب والتعريف بها وبتاريخها بما يعزز التفاهم بين الثقافات على نحو أفضل وبالرغم أن بإمكان التنوع إثارة الفرقة والتعصب والعنف كذلك فإن وسائل الإعلام إن كانت حرة وتعددية ومهنية فهي قادرة أيضا على توفير منتدى للتفاوض السلمي بشأن هذه الاختلافات لدينا سؤال بعد أن قرأنا النص السابق لدينا سؤال يقول ما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الإعلام ما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الإعلام بناء على النص السابق نقول الأدوار التي يقوم بها الإعلام لم نضع خط قبل قليل نجيب هنا ونختصر نقول تمكين الثقافات من التعبير عن نفسها دور الأدوار التي يقوم بها الإعلام تمكين الثقافات من التعبير عن نفسها وأيضا ترسيخ أسس التفاهم بين الشعوب والتفاعل الإيجابي المثمر والحوار بين الثقافات كما هو موجود في النص ونقول أيضا تجاوز التصورات النمطية السائدة ونقول تعزيز روح التسارح لدينا فقرة أفهم وأحلل نقرأ أبين العلاقة بين مهارات التفكير الناقد والدور المنشود من الإعلام بتوظيف المعاني التالية على هذا النحو نعيد السؤال لكي تتضح الصورة أبين العلاقة بين مهارات التفكير الناقد والدور المنشود من الإعلام بتوظيف المعاني التالية على هذا النحو استكمل تسجيل مفردات عناصر المجموعة الأولى في البطاقات الفارقة لدينا مجموعة أولى ومجموعة ثانية المجموعة الأولى دور سلبي دور سلبي لدينا عديد من الخيارات ولدينا فراغات نقرأ الخيارات الدور السلبي المزاعم إثارة الفرقة تعزيز التصورات النمطية التعصب نحاول أن نأتي بالفراغات ونكمل هذه العبارات نعيد أنه دور سلبي نتذكر أنه دور سلبي المزاعم إثارة الفرقة تعزيز التصورات النمطية التعصب نقول بناء على النص وكما فهمنا الحذر الجهل نقول سوء الظن وأخيرا تعميق الخلاف الآن نأتي للفقرة التي تليها استكمل تسجيل مفردات عناصر المجموعة الثانية في البطاقات الفارقة المجموعة الثانية دور إيجابي دور إيجابي نقرأ الإنصاف فراغ مد الجسور تسير الحوار تعزيز التسامح التفاوض التفاعل الثقافي فضيلة التنوع تقريب الإختلافات لدينا أربعة فراغات نحاول أن نملأ تلك الفراغات بالدور الإيجابي نقول التفاهم تسير الحوار تعزيز التسامح التفاوض التفاعل الثقافي نقول أيضا الاحترام ونقول السلم ونقول التعاون هذا هو الدور الإيجابي لدينا الآن أفهم وأحلل فقرة أخرى أفكر مع مجموعة كيف يمكن للإعلام أن يؤدي دورا إيجابيا في تسير الحوار وتعزيز التسامح وتسليط الضوء على فضيلة التنوع والاختلاف الثقافي بين الشعوب والأفراد تكلمنا في هذه النقطة في دروس سابقة نعيد السؤال لكي تتضح كيف يمكن للإعلام أن يؤدي دورا إيجابيا في تسير الحوار وتعزيز التسامح وتسليط الضوء على فضيلة التنوع والاختلاف الثقافي بين الشعوب والأفراد هل تذكرون عندما قلنا أن المفكر الناقد ومن خصائص المفكر الناقد أنه منفتح على الآخر وأنه متفتح الذهن من سمات المفكر الناقد أنه متفتح الذهن وأنه يحترم الرأي الآخر أيضا المفكر الناقد له دور رئيس ومهم في الإعلام أن المفكر الناقد منفتح على الآخر يطلع على الثقافات ويطلع على عديد من الشعوب وعديد من الجنسيات المختلفة بثقافاتهم وطرقهم لحل المشكلات واتخاذ القرارات ويبني عليها المفكر الناقد أحداث كثيرة وتصورات كثيرة يبني عليها حل جديد للمشكلة الآن نأتي لمثال آخر أو سؤال مشابه له ما هو دور الإعلام نعيد أو كيف يمكن للإعلام أن يؤدي دور إيجابي في تيسير الحوار وتعزيز التسامح وتسليط الضوء وعلى فضيلة التنوع والاختلاف الثقافي بين الشعوب والأفراد نقول ببساطة تستطيع عزيز الطالب كتابة كلمة للإذاعة المدرسية بعنوان دور الإعلام في تيسير الحوار وتعزيز التسامح بين الأفراد في المجتمع وتستطيع عزيز الطالب كتابة مقال لمجلة التفكير الناقد بعنوان دور الإعلام في تيسير الحوار وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع اجمع بعض المقالات الصحفية التي تتحدث عن دور الإعلام في نشر التسامح بين الأفراد والشعوب أنت كمفكر ناقد عزيزي الطالب يجب عليك أن تعمل بهذه الأشياء كتابة كلمة الإذاع المدرسية تجمع بعض المقالات الصحفية التي تتحدث عن دور الإعلام في نشر التسامح بين الأفراد والشعوب الآن لدينا نص نقرأ هذا النص نحن في عصر سوء الفهم المتبادل نحاول أن نركز نعيد نحن في عصر سوء الفهم المتبادل والتعميم المفرد مع أن الجميع يقول إننا في زمن التواصل السطر الأول مكتوب بخط أعرض من بقية الأسطر لماذا؟ نحن في عصر سوء الفهم المتبادل والتعميم المفرد من خصائص المفكر الناقد أنه لا يسيء الفهم ولا يعمم نكمل مع أن الجميع يقول إننا في زمن التواصل هذا حقيقي فالكل يتواصل عبر الهواتف المحمولة والأنترنت ولكن ما الذي يحدث في هذا التواصل؟ الإعلام لا يؤدي دورا إيجابيا في هذا التواصل فهو يركز تاره على أخبار الطقس وتاره على الأسهم والاقتصاد وتاره أخرى على الكوارث الإعلام لا يشيع روح التفاهم بين أفراد المجتمع بل يقتل الفهم نعم إن الإعلام يقتل الفهم لأنه لا يمنحك فرصة لذلك فلا وقت لك للفهم ويمكنك متابعة برامج إخبارية وحوارية في محاولة للفهم غير أن آلة الإعلام تزودك بغيمة من المعلومات تستبدل غدا بأخرى إذن ما اقتصرت على ذلك فلن تفهم الشيء الكثير وأنت مجبر على الاستماع إلى المحللين الذين يمكنهم عندئذ أن يوضحوا لك بعض الشيء بحسب فهمهم الذاتي نحن مع الأسف في عصر الاتصالات والإعلام ولسنا في زمن الفهم أفهم وأحلل عرض النص إشكالية تميز عصرنا ما عناصر هذه الإشكالية أو المعضلة عرض النص إشكالية تميز عصرنا ما عناصر هذه الإشكالية والمعضلة من يحاول أن يجيب بناء على النص الذي قرأناه قبل قليل أعتقد الإجابة واضحة أحسنتم نقول كثرة وسائل الاتصالات وتطور وسائل الاتصالات من ناحية في المقابل نجد قلة الفهم والتفاهم من الناحية الأخرى السؤال الذي يليه بين اعتمادا على النص ما يميز الإعلام المعاصر وفقا للكاتب واستحضر أنثلة دالة على ذلك من الواقع نقول تقديم معطيات متتالية دون تحليم سرعة تدفق المعلومات كل معلومة تلغي ما سبقها لا يعطي المتلقي وقتا للفهم اتصال دون تواصل أما المثال نقول نشرات الأخبار لا تعطي وقتا للفهم التغطية الصحفية للنزاعات تعمد للمغالطة الخلط بين اهتمامات متباينة الفقرة التي تليها يستعمل بعضهم مصطلح القرية الكونية بين اعتمادا على النص مدى وجاهة هذا المصطلح وواقعيته مستحضرا المؤشرات الدالة على أن العالم شبيه بقرية كونية وبين المؤشرات التي لا تتفق مع هذا المصطلح علل إجابتك في كلتا الحالتين سنحاول أن نجيب على جزء من هذا السؤال نعيد بشكل سريع يستعمل بعضهم مصطلح القرية الكونية بين اعتمادا على النص مدى وجاهة هذا المصطلح وواقعيته مستحضرا المؤشرات الدالة على أن العالم شبيه بقرية كونية نجيب عن جزء من هذا السؤال نقول تطور وسائل الاتصال قلص المسافة بين الأفراد والشعوب تغير دلالة الزمان والمكان النقل المباشر لأحداث العالم تكوين مواطنة عالمية قبل أن ننتهي من هذا الدرس قبل أن ننتهي من هذا الدرس دعونا نتكلم قليلا عن هذه الفقرة وهذا السؤال نقرأ الإجابة بشكل سريع تطور وسائل الاتصال قلص المسافة بين الأفراد والشعوب وهذا صحيح تغير دلالة الزمان والمكان النقل المباشر لأحداث العالم تكوين مواطنة عالمية هذه الفقرات التي قرأناها قبل قليل تدل على ماذا على أن الإعلام في وقتنا الحالي إعلام سريع وإعلام متقارب قد تجد حادثة سير وقعت في دولة ما وفي نفس اللحظة أنت تشاهدها من دولة أخرى وقد يكون خبر حدث في عصر أو في وقت معين أنت تستطيع أن تشاهده بعد هذا الوقت بدقائق معدودة هذا يعطينا مؤشر على أهمية المفكر الناقد يجب عليك عزيزي الطالب كمفكر ناقد أن تتحقق قبل أن تنشر وقبل أن تصدق أي معلومة أو أي خبر استمعت لها من وسائل التواصل عن طريق ماذا تحدثنا عنه في السابق أولا تبحث عن مصدر المعلومة تسأل ماذا يهدف له ذاك المصدر تسأل ما نوع المصدر كان مؤسسة حكومية أو خاصة كان فرد أو شركة أو إلى آخره هل المصدر له معلومات متناقضة أو معلوماته صحيحة هل تتفق مع المعلومات الأخرى الموجودة لدى ذاك المصدر أم لا هنا نتوقف عند هذه الفقرة ونكمل بإذن الله تعالى بقية الدرس في الحصة القادمة أتمنى أن أكون قدمت لكم الفائدة أراكم على خير وأنتم بصحة وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته